انا لا اؤمن بالصدى انا اؤمن بالتوقيت الالهي انا ولدت في عائلة مسلمة متدينة والله كان لديه خطة خطة رائعة انا كنت محبطة وفي اليوم الذي كنت سأنهي فيه حياتي يسوع اعلن نفسه لي واعطاني حياة جديدة واذا صليت معي اليوم واذا امنت معي الله سيعطيك حياة جديدة اليوم يسوع المسيح حقيقي هو يغير حياتك هو يغير مقصد حياتك ويغير امم وهذه الامم ستغير العالم تحياتي الحارة اصدقائي لقد كان للانجلي بيلي جراهام تأثيرا كبيرا جدا في حياتي فتعاليمه وكرازته غيرت حياتي بشكل تعجز الكلمات عن وصفه اليوم لدي امتياز كبير لا بل شرف استقبالي عضو آخر من آل جراهام اهلا وشكرا على وجودك معي اليوم لقد افادني عملك كثيرا مجروحون من قبل شعب الله وانا اعلم ان هناك اناسا كثيرين مجروحين ومتألمين سواء اكانوا مجروحين في كنيستهم او في عائلتهم او مجروحين خارج نطاق مدارهم في العالم الخارجي نحن مجروحون لذا نحتاج يسوع لكنني سأركز الآن على كتابك تحديدا تقولين في الفصل الثاني الجميع مجروحون هذا محزن لكنه تصريح صحيح جدا كيف بدأ ذلك واين بدأ اظن انه بدأ في جنة عدن حين قررت حواء ان تعصي الله ثم شاركت زوجها آدم بذلك طبعا وعاصي الله معا لقد تمردا عليه كثيرا وللحال جرح الله لانه خلقنا لانه لانه احبنا وارادنا ان نكون معه الى الابد وهكذا فان الانسان الاول قد قد رفضه وبالتالي كان هذا جرحا نوعا ما فتسبيب الجراح هو جزء من الطبيعة البشرية لاننا انها الحقيقة ان نؤذي الناس وان نتلقى الاذية التي تصبح مرارة وعدم غفران هي تصبح حلقة مقفلة وهذه الحلقة تبدأ في حياتنا على الارجح حالما نولد ومن ساعد في ولادتنا يضربنا على مؤخراتنا فيجعلنا نبكي ان الجرح يبدأ باكرا جدا لكن ما يؤثر فينا هو تعرضنا لهذا الجرح من قبل شعب الله حين تجرحين داخل الكنيسة تشعرين احيانا وكأن الله هو من جرحك وبالتالي ان نبذتك الكنيسة تشعرين انه هو من نبذك وهذا يؤثر على علاقتنا بالله احيانا حين نهرب من الكنيسة نهرب من الله لاننا لا نريد ان نتأذى بعد الان نحن نخلط بين الله وشعبه واحيانا لا يتصرف شعب الله كما يفترض به ان يفعل اجل اظن ان هذه خدعة يمارسها العدو ضدنا لانه يريدنا ان نهرب من الله وهو يستعمل هذا العذر في حياتنا اليس كذلك ونرى اشخاصا كثيرين مجروحين في الكنيسة ومعكي حق هم يشعرون ان الجرحهم هو بسبب الله لذلك يغضبون منه علما ان لا علاقة له به ابدا نجرح بعضنا بعضا ماذا يحصل لجراحنا ان تركناها منتعيشة فينا حتى لو لم نترك الجراحة منتعيشة ان لم نتعامل معها ونكشفها وان لم نعرضها للضوء حيث يمكن ان تشفى علما انها قد لا تزول اذ قد تبقى هناك ندبة مكانها لكن الالم سيبقى على الدوام ان لم نتعامل معه سيصاب بالتقيح طبعا مثلا منذ عامين دخلت نسرة خشب في يد حفيدتي ولم تقبل ان ينزعها لها احد لانها كانت تؤلمها كثيرا فلم تسمح للطبيب او لامها حتى بان تنزعها لها فبقيت في يدها لأكثر من سنة وبدل ان تخرج وحدها جعلت يدها تتقرح وتنتفخ وازدادت ايلاما وفي النهاية قلنا لها جميعا صوفيا يجب ان تنزعيها وتمكنت امها من اقناعها ونزعها لقد بكت صوفيا قليلا لكن الالم زال بالكامل لان النسرة اختفت اظن اننا ان تركنا الجراحة في قلوبنا او في حياتنا او في ذكرياتنا ولم نتعامل معها خلال وقت قصير فانها تتقيح قد تبقى هامدة لكنها ستتقيح وستثور في مرحلة ما وتجعل منا عندئذ اما جارحين او منتقمين وسوف نتأثر وننتلئ بالمرارة وهكذا يتأثر كل ما يقوله الانجيل لذا فان تعرضكم للجراح جعلني اكتب هذا الكتاب لنضع الجراح على الطاولة ونتكلم عنها ولنرى ان كنا نستطيع التعامل مع بعض هذه الجراح وان نبدأ الشفاء منها قطعا لانني التقي بأناس كثيرين جرحوا من قبل شعب الله وحتى في الكنائس في الشرق الاوسط ارى الكثير من المسلمين الذين يتحولون للمسيحية ويقولون ما الذي افعله هنا يبدأون بالشك في ايمانهم في موقعهم واظن انه يجب ان يفعلوا كما قلت ان يتعاملوا مع الامر ان يعترفوا به بدل ان يتجاهلوا ويدعوا ببساطة انه لا وجود له لانه سيكون موجودا انا لا افهم في الواقع لما يؤذي الواحد من الاخر لكنني اظن انك اثرت هذا الموضوع فالعدو يأتي بنفسه ليقسمنا وليحردنا بعضنا على بعض وليشتكي علينا لانه يريد ان يدمر الكنيسة وجماعة الامان لانه حينئذن نكون ضعفاء وهو حر في فعل كل ما يريده وكل ما يقلل من مجدنا ويمنع الناس من المجيء الى يسوع بسبب الطريقة التي يتصرف بها شعب الله ان العدو هو سبب كل ذلك لذا اظن انه علينا ان نحارب ذلك بالتعامل مع الجراح في حياتنا وان نحرص على عدم اذية الاخرين واو واو هذا فعلا هذا مهم جدا تتكلمين في كل كتابك ليس فقط عن كون المرء مجروحا انما ايضا عن جرحه للناس وقد قلت شيئا في منتهى الاهمية الناس المجروحون يجرحون كيف نؤذي الاخرين ولا نلاحظ كيف نؤذيهم نحن طالما اننا نعي دائما تأذين الشخص كيف يمكن ان نكون مسببين للجراح ايضا هذا صحي نعم انه لمن السهل جدا ان ارى كيف تجرحينني ولكن يصعب علي ان ارى كيف اجرحك ليس كذلك لهذا السبب قال يسوع في موعظته على الجبل تعامل اولا مع الخشبة في عينك ثم تستطيع التعامل مع القشة في عين اخيك ومفاد ما كان يقوله هو انك تستطيع تجاهل الخشبة في عينك لانك تركز على القشة او على طريقة جرح الاخرين لك اذا على الله ان يساعدنا على كشف كيفية جرحنا للاخرين وهذا ما قاله الملك داود في المزمور 139 قال اختبرني يا الله وعرف قلبي انظر ان كان في مسلك عوجاج وهدني في طريقك لقد تعلمت شيئا مهما ام وهو اننا عندما نكون مجروحين علينا علينا ان نكون مستعدين ومتيقذين جدا لاننا قد نتحول الى مسببي جرح وانا حين كنت صغيرة كنت املك كلبا صغيرا وكان صديقي المفضل كان يرافقني الى اي مكان ويأكل معي وفي يوم من الايام خرجت مسرعة من الباب وركبت السيارة وكان سائق ابي يقلني لم اعد اذكر الى اين لكنني نسيت ان كلبي الصغير المدعوى سيدريك كان في البيت وفيما كانت السيارة تسير على الطريق رأيت في مرآة الرؤية الخلفية سيدريك يطارد السيارة فطلبت من السائق ان يتوقف لكنه لم يفعل بل اسرع اكثر وكل ما اذكره وانني سمعت صوت ارتطان وهكذا دهس السائق كلبي عند اذن اوقف السيارة فترجلت منها وركضت للامساك بكلبي الذي عضني عضة قوية لقد مزق يدي واستطعت رؤية العظمة تحت جلدي فبكيت متألمة فيما كان الكلب يعوي لففته بسترة واخذته الى البيطري وفي تلك الليلة سألت امي لما عضني صديقي المفضل وسبب لي اذن كبيرا فقالت لي ان لا يهم ان كان مخلوقا يمشي على اربع ارجل او على رجلين فحين نتأذى نؤذي بدورنا نريد ان نؤذي بدورنا وهذا امر علينا ادراكه عن انفسنا فحين نتأذى يكون رد فعلنا الغرائزي وكوننا اناسا خاطئين ان نؤذي بدورنا ان اذيتني فسوف اؤذيك وان رددت لي الاذية فسأذيك اكثر وان زدتها بعد فسأذيك اكثر هكذا تبدأ الحرب اذا الاذية تقودك لتصبحي او لتصيري مؤذية بدورك طبعا وهذا يحصل لنا كلنا الا ان اوقفنا الحلقة وانا ارتكز في ذلك على قصة هاجر في العهد القديم هذا صحيح حين جرحت سارة زوجة ابراهيم بسبب عدم قدرتها على الانجاب اراد ابراهيم ابنا بشدة لكنه كان متزوجا بامرأة عاقر اذا كان مجروحا وكانت لديهما خادمة مصرية تخدمهما فقررت سارة ان تداوي جرحها عبر حصولها على طفل من خادمتها المصرية لكنها لم تطلب ذلك منها بل قالت لزوجها ابراهيم اتعلم يا زوجي اريدك ان تنام مع خادمتي لاحصل على طفل وهذا ما حصل واصبحت الخادمة هاجر اما قبل ان تصبح زوجة وتم تخصيبها من قبل رب الاسرة وهكذا اصبحت حاملا فيما الزوجة لم تحمل قط واصبحت هاجر متعجرفة جدا لانها حققت شيئا عجزة المرأة الغنية في الحقيقة عن تحقيقه وهكذا جرحت سارة وسارة بدورها استغلتها فهربت هاجر الامر مجرد فوضى انها حلقة وقد دارت ودارت ودارت الى ان قال الله هاجر عليك ان تتوقفي عليك ان تستديري تتوبي تعودي الى سارة وتستسلمي للامر وانها لقصة مثيرة وفيها دروس مهمة كثيرة لي ولكي اؤمن بان ذاك الجرح دام لاجيال واجيال واجيال وما زلنا نرى تلك الجراحة لدى الناس كنتيجة للعدوانية للمرارة للغضب نعم الكره القتل التي اختلطت في الثقافة انت محقة ومن الفضيع رؤية ذلك ولا نستطيع فعل شيء في السياسة أو في واشنطن أو في القاهرة أو في طهران أو في القدس من شأنه حل الأمر لأنها مشكلة تتعلق بالقلب ولا طالما انتقلت من جيل الى جيل واصبحت متأصلة كما قلت في الثقافة اصبحت في العقلية لذا على العقلية ان تتغير وعلى القلب ان يتغير ويسوع وحده يقدر ان يفعل ذلك عندها يأتي يسوع ويجلب معه المغفرة والشفاء وحين يفعل يكون الامر مذهلا جدا كم من من اناس سواء التقيت بفلسطينيين أو يهود أو فرس أو هم يحبون بعضهم بعضا نعم ان اتوا الى الصليب واختبروا مغفرة يسوع فهذا مذهل صحيح لذا لا اظن ان الشرق الاوسط سينعم بالسلام الا حين يعود رئيس السلام ويوطله ما من سلام دائم نعم اؤمن بذلك ايضا لانني ترعرعت في بيت تسوده العداوة في بيت يسوده الاستغلال ولم نكن نعرف شيئا لم نعرف شيئا عن السلام وكنا كلنا مجروحين لقد كنت اكره ابي زير النساء وام المسيئة والتي كانت ظروفها المثيرة للشفقة تشبه ظروف هاجر اذ لم تكن تستطيع تغيير شيء وكانت برأي مجرد مثيرة للشفقة كنت اكره ظروفها كنت اكرهها لكن كان لجراحنا تأثير دومينو وانتقل ذلك من جيل الى جيل فحين اتذكر اجدادي ارى كيف كيف تكدست هذه الجراح من جيل الى جيل وكان هذا ارثنا صحيح الى ان دخل يسوع الى حياتي وقال لي انتهى الامر سانهي الامر اليوم ساشفيك اليوم وسوف تصبحين خالفة جديدة انها لاعجوبة انه لا امر مدهش انها لاعجوبة انها لاعجوبة هذا امر يفوق الطبيعة يسوع يستطيع تغيير القلب وتغيير الفكر اجل وحتى اننا قد نحمل ندوبا في ذكرياتنا لكن يوما ما حين نصبح في السماء ستختفي الندوب الانجيل يتكلم عن ولادتنا من عبدة ثم عن ولادتنا من المرأة المباركة الموعودة لطالما كنت اقول انني ولدت من عبدة لكنني ولدت الان من الوعد والله يستطيع تغيير الوضع اجل حين نصبح ابناء وبنات متبنين من قبل الله هذه رسالة اريد ايصالها اليوم ايضا حين نجرح نلعب لعبة اللوم فنحن دوما نلوم الاخرين ونصبح ضحية وانه لمن الخاطر جدا ان تكون لنا ذهنية الضحية او وجهة نظرها لانها تؤثر على قدرنا وتمنع وصول بركات الله الى حياتنا اذا كيف نتخلص من لعبة اللوم هذه هل مع نيلنا للشفاء او الاعتراف اين تتوقف وننتهي منها اظن انه علينا ان نعود الى مقاله يسوع في موعدة الجبل وهو ان نكف عن التركيز على الناس وان نطلب منه مساعدتنا لنرى انفسنا فان لم يعترفوا ابدا بما فعلوه وان لم يطلبوا الغفرانة ابدا وان لم يروا من منظورنا ما فعلوه ويواجهوه عند اذا علينا التعامل مع انفسنا اذا هدفي ان اكون بعلاقة جيدة مع الله ليس فقط بافعالي انما بافكاري وبقلبي وبالتالي ان تم التعدي علي او ان تم ظلمي عن غير استحقاق فلا استطيع تغيير ذلك ما استطيع فعلا هو الطريقة التي ارد بها ان رادت باللوم والمرارة وعدم الغفران يقول احدهم فكأنني اشرب السمة اميلة ان يموت الشخص الاخر وهذا لا يؤثر على الاخر بل يؤثر علي انا ولا شيء اسوأ من شخص صاخت ولديه روح منتقمة لا تغفر قد لا قد لا يقولها لك علانية لكنك سترينها في وجهه في قلبه لكن لكن مع الوقت يسوع يقول او الانجيل يقول ان جذور المرارة تشوه كل شيء لذا يجب علينا التعامل مع الامر وإلا سيرتد علينا ونكون المتأذين اذا علينا برأي ان نبذل جهدا لألا نركز على الناس بل ان نركز على انفسنا وان نعلم انه في نهاية كل شيء الله سيحل الامر فهو يرى كل ما فعلوه بالضبط صحيح وليس بضرورة ان يفلطوا بفعلاتهم ولا ربما احدى طرق ايقاف لعبة اللوم هي ان نقرر ان نغفر لهم علينا ان اختار مسامحتهم ليس لانهم يستحقون ذلك بل لان الله طلب منا او قال لنا ان نسامح الاخرين كما سمحنا هو هنا نفكر في طريقة مسامحته لنا ليس فقط على الاشياء التي اعترفنا له بها بل على الاشياء في لاوعينا ايضا والتي لا نعيها حتى لقد سمحنا على كل شيء فكيف يمكننا ان نحجب غفراننا عن الاخرين اذا ام ان نحن حجبنا غفراننا فهذا يظهر فهما سطحيا ضحلا للغفران المعطى لنا من الله والذي هو موجود في صلاة الرب التي تقول ان نغفر للاخرين تماما كما غفر لنا هو نفسه وان فهمنا حقا علما ان لا احد يستطيع فهم غفران الله بالكامل لكن لكن ان فهمنا غفرانا يصبح الامر فعل عبادة علينا ان نمد الغفرانا ليشمل الاخرين ليس لاجلهم انما لاجل الله فهذا تعبير جيد عن عبادتنا له حتى لو لم يطلبوا غفرانا صحيح حتى لو لم يكونوا نادمين انها لمسألة صعبة لاننا نحتاج قوة الله الخارقة لنفعل ذلك وانت محقة فقط من خلال يسوع المسيح علينا فهم ذلك حتى فهم الغفران هو حكمة الله الخارقة وعليه منحنا اياها فقد لازمني اعوام لأسامح والدي الى اليوم الذي طر فيه يسوع الى لمس قلبي والقول ابدأيه اجل انت تعلمين ان الغفرانا هو قرار وليس شعورا معك حق اقصد قد يكون شعورا انما خيار الغفران هو قرار وسبب اتخاذنا لهذا القرار هو لان الله يطلب ذلك اذا حين يأمرنا بان نخفر الوحيد للاخر فان هذا الامر مستطاع وهذا يعني انه يعتمد على خيار ارادتنا ان كان علينا الاعتماد على مشاعرنا قبل ان نخفر فلن نستطيع اطاعة امره اذا هو لا يأمرنا وفقا لمشاعرنا لكن يعطينا اوامر ترتكز على ارادتنا اذا حين يقول سامح نختار ان نسامح وبرأيي هذا سعدني كثيرا وقد تعلمته من يحن الفصل الرابع يقول انه علينا ان نسامح كما يفعل يسوع والطريقة التي سامح بها هو انه اتخذ الخيار ثم قدم حياته لقد فعل امرا كذبيحة من اجلي اقصد انه مات لاجلي اذا بالنسبة الي حين اغفر لأحدهم اتخذ القرار بالغفران له ثم افعل امرا ما لاجله ويكون كذبيحة فانا اتطلع جدا لمباركته ويمكن لهذا ان يكون سهلا ككتابة رسالة او سهلا كاجراء اتصال هاتفي او محاولة الاهتمام بولد ما او كمجرد فعل شيء والصلاة والطلب من الله ان يريك ويريني ماذا يمكن ان نفعل من اجل مباركة الشخص الذي جرحنا والامر الرائع هو حين نختار ان نغفر بعد اذا نعمل لمباركة الشخص قد لا يشكل فرقا له ولكنه يقوم بتحريرنا وهكذا نكون قد فعلنا كل ما بوسعنا وتكون ارواحنا قد تحررت وان هو لم يتفاعل ابدا فلا فرق بالنسبة الينا لاننا تخطينا الامر امين كتب لي رجل رجل مسلم منذ سنين ما ان بدأت بثي في الشرق الاوسط وقال انت تتكلمين دائما عن ايذائك فيما مضى اي الضرب الذي تعرضت اليه من قبل زوج الاول والذي كان تعذيبا جسديا تتكلمين دائما عن الاساء اليك فماذا عن المسيء انا اضرب النساء اهناك رجاء فيما خصني تقولين في كتابك ايضا ان الله يحب المجروح لكنه يحب ايضا الجارح اذا هو يحب المسيء ايضا لقد مات لاجل المسيء اجل وتعلمين هذا ايضا مفتح الفهم اليس كذلك اجل صحيح واضن اننا حين نعلم اننا نجرح اظن انه علينا المجيء الى الصليب بالايمان عبر الصلاة والاعتراف بالامر والقول لله والقول له اننا اسفون وربما علينا الوصول الى الشخص الذي جرحناه والقول له اننا اسفون لان الشفاء احيانا بالنسبة الى البعض الشفاء قد لا يبدأ ولن يحصل ابدا الا حين يعترف الشخص الذي سبب الجرحة بذلك ويقول انا اسفون جدا مذهلون كيف سيتم حينها الشفاء اذا ان كان من يشاهدنا شخصا جارحا فليذهب الى الله اولا وليحمل خطيئته الى الصليب وليعترف بها وليدركها ثم ان كان الشخص المجروح مدركا لها وان كان ما يزال موجودا فاضن عند اذا ان عليه التعبير عن اسفه له وان عاد اليك علما انك ستكون عرضة لانتقامه لانك سبق ان جرحته وقلت له انا اسف يمكن عند اذا ان يعود اليك ليستغنم الفرصة ويجرحك اكثر مما جرحته قد يثأر منك لكن هذا غير مهم فاهدأ وحسب ابقى صامتا واعلم انك فعلت ما بوسعك لتسوية الامر هذا صحيح هكذا تعلم انك انه وضع صعب فقد مررت به لم يسبق ان ضربت زوجة او زوجا لكنني ارتكبت اخطاء وجرحت الناس والامر صعب اظنه محقرا ان قدرتنا على فعل هكذا دناء امر وحشي في بعض الحالات لكن هذه هي الخطيئة اذا الخطيئة هي مجرد خطيئة ونحن خطأ وأظن اننا في ثقافتنا المتحضرة نميل الى التفكير في انفسنا بطريقة متعالية ثم نتفاجأ حين نفعل امورا يفعلها الخطأ اذا ان ترياق الخطيئة هو دم المسيح علينا حين ندرك اننا فعلنا شيئا كهذا ان نعود الى الصليب ليس لاجل الغفران لاننا حين نعود الى الصليب مرة ونعترف حقا بخطيئتنا ونسأل يسوع ان يطهرنا يسامحنا ويأتي الى قلبنا كل خطيانا تغفر كل خطايا الامس الحاضر والمستقبل كلها تغفر اجل هذا صحيح لقد غفر لنا مع ذلك نأتي كل يوم لنعترف بخطيانا لنتطهر ليس لاجل الغفران انما لنحافظ على صدقتنا مع الله ثم يجب ان تكون علاقتنا بالاخرين جيدة بقدر ما نستطيع ان نتحكم بها نعم اليست هذه حرية فعلا بلا علينا حسب ان نطلقها وان نضعها على اقدام الصليب وهو سيأخذ كل هذا التقل والحمل عن اكتافنا صحيح نحن جميعا خطأ لكن لنا الخلاص بفضل نعمة الله وبنعمته وسكن روحه القدوس فينا نحن نحاول ان لا نخطئ كثيرا بعد الان هذا صحيح ان كنت مسيئا اليوم وان كنت قاسيا مع احدهم جسديا او نفسيا او كلاميا فيسوع يعرض عليك الحرية اليوم هو لا يكرهك وليس غاضبا منك هو يكره الخطيئة لكنه يحبك لقد مات على الصليب لاجلك وهو يقول لك اليوم يمكن انهاء الامر وان تصبح حرا وكما قالت ان جراهام لك يمكنك ان تأتي الى الصليب اليوم وتقول اتعلم انا سأعطيك كل هذا يسوع واريدك ان تسكن قلبي اطلب منك ان تأتي وتهتم بقلبي بكل مسائله العالقة وان تطهرني اليوم انه لامر جميل ايمكنك رجاء ان تشاركين تجربتك الشخصية في الكنيسة في المنفى كيف حصل ما حصل لقد حصل ذلك اكثر من مرة في الواقع لكن اول مرة كتبت عنها في الكتاب كان مضى على عضويتنا في الكنيسة خمس عشرة سنة وقد ولد اولادي وتربوا فيها لاحقا تقاعد الراعي وكانوا يبحثون عن راع جديد علما ان زوجي كان في اللجنة ويساعد على ايجاد راع جديد للكنيسة وقررت الكنيسة فجأة انها لا تريد اي تأثير لزوجي على اللجنة وكانوا قلقين بسبب تأثير الكبير ايضا لانني كنت اعلم الانجيل لصف كبير وهكذا اول ما فعلوه كان الغاء صفي الذي مضى على اعطائي اياه تسع سنوات لقد الغوه لكنني شعرت ان الرب ارادني ان ابقى في الكنيسة علما ان كنيسة اخرى فتحت ابوابها لي وانتقل صفي اليها لكنني شعرت ان الرب ارادني ان ابقى وان احاول مصالحتهم وهذا ما فعلته لقد صالحتهم لقد اراني كيف استطيع ان اباركهم وان افعل شيئا ما لهم شيئا مفيدا لهم اجل كان صعبا وهذا في الواقع جعلهم اكثر غضبا ونقمة ولا اعلم ان كان السبب شعورهم بالتبكيت او عدم فهمهم بانني كنت احاول مباركتهم لا اعلم ولكن خلال شهرين على الارجح او لم اعود اذكر عدة اسابيع تقريبا شهرين او شهرين ام قاموا صباحا احد وخلال خدمة العبادة بالتصويت على اقالة زوجي من منصبه في اللجنة وحين صدرت صدرت نتيجة التصويت صفقت جماعة الكنيسة كلها وحتى يومنا هذا ما زلت اسمع صوت التصفيق يملأ الكنيسة بعد ان صدرت نتيجة التصويت على ازاحة زوجي من مارفين في الكنيسة خلال العبادة اكان شائعا فعل ذلك في الكنيسة بهذه الطريقة لم يسبق ان شهدت على ذلك قبلا وكان كان كل شيء مدروسا اجل كل شيء كان مدروسا وقد كان كان حين تركت الكنيسة ذكا اليوم ذهبت الى موقف السيارات وكنت امسك بيدي زوجي وكان وجهي احترق من الذل لانه كما تعلمين لم يكن مجرد تصويت لازاحته من منصبه في القيادة لم يكنوا يريدوننا لقد كانوا يطردوننا وهكذا اتخذت قرارين في ذكا اليوم اولا علمت ان الله ليس كتلك الكنيسة وهذا امر جيد ويسرني ان ايماني كان قويا كفاية لاعرف في تلك المرحلة ان تلك الكنيسة كانت تعطي عكاسا مشوها لله لذا علمت انه ليس هكذا وقررت ان اعرف الله كما هو علما انه تماما كما يكشف عن نفسه في الكتاب فهو تماما كما هو مكتوب وهو تماما كما يكشف عن نفسه من خلال يسوع قال يسوع ان رأيتمونني فانكم رأيتم الاب لذلك اردت ان اعرفه وهذا يعني انني الزمت نفسي بقراءة الانجيل وبتمضية وقت في تطوير علاقة مع الرب ترتكز على الحق حيث يمكنه ان يظهر نفسه لي من خلال انجيلي وثانيا اردت ان اجعله معروفا من الناس بدل ان اجعلهم يهربون منه كما كانت تفعل تلك الكنيسة اردت ان اجر الناس اليه ليعرفوه كما هو حقا اذا كرست حياتي بينما كنت متجهة من الكنيسة الى الموقف كانت قرارات لم اتمكن من وصفها فيما مضى كما فعلت لتعب نعم شعرت بقلبي بالقرار الذي اتخذته الامر الصعب بالتأكيد هو ان تلك الكنيسة رغم فرادة الاجتماع ذاك الا ان الطريقة التي يمكن للناس ان يتأذوا بها لم تكن فريدة ابدا هذا يحصل لاناس كثيرين لكن في تلك المرحلة صرنا انا وزوجي فيما يسمى بالمنفى لمدة سنة فقد اصبحنا خارج الكنيسة لكن شكلنا مجموعة صغيرة في بيتنا نحن لم نقسم الكنيسة لكن هناك اشخاص تركوها معنا ثم بعد مرور السنة ذهب كل منا في طريق ودخلنا الى كنائس مختلفة لكن حصل الامر نفسه للمرة الثانية حين دخلنا كنيسة وطردوا منها رعيا شابا من دون سبب زوجي كان مجددا في مجلس الشيوخ وعلم بالذي يحدث وحين طردوا الرعي الشاب قمنا بترك الكنيسة ومجددا صرت في منفى لكن هذه المرة قررت ان لا ارجع الى الكنيسة انا اخترت الكنيسة وسائمت منها ومن سياساتها جدول اعمالها الطريقة التي يستعمل فيها الناس مراكزهم للحصول على السلطة وفكرت اريد وحسبا اعرف يسوع ان اعرف الله اريد ان اقرأ انجيلي اريد الصلاة اريد ان اهدي الناس الى الايمان احب شركة المؤمنين لكن لم اعد احتمل الوضع قلت شيئا ذاتا اجل اذا مرة اخرى اصبحنا خارج الكنيسة لسنة الى ان اعادنا الله اليها مجددا لان الله يحب الكنيسة ويسوع يحب الكنيسة حتى الكنيسة المنظمة التي تكون سيئة احيانا تبقى تبقى جسد المؤمنين على الارض اشتركوا في القناة